سنتحدث أكثر عن ما يجري في الأسواق العالمية ينضم إلينا الآن مباشرة من دبي رئيس قسم الأبحاث في إكوتي جروب رائد الخضر مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا رائدنا سأبدأ من كتالونيا اليوم تطورات بالتأكيد ملفتة خصوصا أنه لم يكن هناك رد واضح لما سيقوم به رئيس كتالونيا بينما مدريد بالفعل تتحضر الآن لسحب الحكم أبداعتي من إسبانيا مع ذلك اليورو يرتفع ما القصة؟ بتأكيد ذلك يزيد من الضغوط على المنطقة الأوروبية في الوقت الحالي التوتر السياسي الذي تشهده إسبانيا وكتالونيا في الوقت الحالي يزيد من الضغوط على منطقة اليورو إجمالا ولكن اليورو بارتفاعاته في الفترة الحالية إنما هو يعكس المتغيرات التي يمكن أن تحدث من جهة المركز الأوروبي وماريو دراقي وأعضاء المركز الأوروبي يتجهون إلى إمكانية تقليص برنامج التيسير النقد في الفترة القادمة بالتالي ذلك هو السبب الرئيسي الذي يساهم بدفع اليورو بالارتفاع في الوقت الحالي إجمالا يعني دعنا نقول كان هناك بيانات إيجابية يوم أمس لكن اليوم الضغط الذي نشهده على الأسهم الأوروبية كان هو بنتيجة التوترات السياسية فقط لغير اليورو ممكن يشهد بعض الارتفاعات في الوقت الحالي لكن أثرت مع ذلك الأزمة الإسبانية بعض الشيء على اليورو خلال التعاملات اليوم في الفترة الصباحية قرأت أرقام الريتيال سيلز التي صدرت لبريطانيا أرقام تأتي متراجعة بحوالي 18 نقطة المئوية واللي سترليني كان عنده ردة فعل في عنا تراجعة تقريبا بحوالي 20 نقطة المئوية عليه كيف ترى؟ يعني شو الأوتلوك على السترلينج بونت خلال الفترة الحالية والقادمة خصوصا مع معدلات التضخم والتوقعات لأن يكون في عنا رفع معدلات الفائدة طبعا مارك كارني بخطاب الأخير حقيقة زاد الضغط على الجنيل سترليني لأنه أظهر بأن الأمور ليست بيد السياسة النقدية فقط وأظهر أن السياسة النقدية لن تكون هي التي تحقق التوازن في السوق بالتالي ذلك زاد الضغط على الباوند في الفترة الحالية إضافة للبيانات السلبية مثل مبيعات التجزئة التي تعزز وتؤكد أن هناك وضع اقتصادي غير سوي وغير مستقر في المملكة المتحدة في مرحلة البريكزة الحرجة التي يمر فيها حاليا التي تؤثر عليها معطيات تريزة مي الجديدة ومحاولة الحصول على شروط أفضل في البريكزة إذن السياسة النقدية وحدها لا تحقق ما يجب أن يتم تحقيقه بشكل مطلوب رفع أسعار الفائدة قد لا يكون هو الحل للجيني الأسترليني لعودة ارتفاعات بالتالي نحن كمضاربين على الجيني الأسترليني لا نزال نتوقع مزيد من التراجعات على الجيني الأسترليني نحو مستويات الـ 1.30 خلينا نحكي شوي في فد لأنه ربما الحديث الأهم الآن في الأسواق أنه من سيخلف جانت يلن وكان في تصريحات للبيت الأبيض بأنه سيتم الإعلان عن المرشح الجديد من قبل دونالد ترامب خلال الأيام القادمة من هو المرشح الذي تتوقع بأنه يكون صاحب الحظ الأكبر بدعمه من قبل الرئاسة الأمريكية طبعا هذا الأمر أخذناه من الميديا أن تايلور هو أكثر من وضع وقع إيجابي لدى ترامب في اجتماع الأخير أكثر من الأعضاء الباقين جانت يلن وجودها في القائمة أصلا يعني يشير إلى إمكانية أن أساسا ترامب عندما وضع جانت يلن في هذه القائمة هو أساسا من أشد المعارضين كان لها والسياسة النقدية المتبعة منها بالتالي بقي لدينا وارش وأيضا وارش وإضافة إلى الكوين الذي هو حاليا يشغل منصب داخل البيت الأبيض فبالتالي ذلك يزيد الحظوظ أكثر لدى تايلور وجميعهم يتجهون إلى تجديد السياسة النقدية وإلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة وبالتالي بلا شك ذلك له تأثير على الدولار الأمريكي في المدى المتوسط إلى طويل بالاتجاه الصاعد لأنه مزيد من رفع أسعار الفائدة في العام القادم إضافة إلى تأكيد لإمكانية الرفع الثالث لهذا العام في شهر ديسمبر شو المتوقعين للدولار عندكس خلال مرحلة القادمة؟ حقيقة مستويات الأربعة وتسعين كمؤشر للدولار الأمريكي لا تزال هي مستويات المقاومة الأبرز والأقوى أمام هذا المؤشر ولكن مع التعيين الجديد أو تعيين رئيس جديد للفدرال الأمريكي خلفا لجانت يالن وتأكيد أكثر حول التوجه نحو تشديد السياسة النقدية قد يعطي الزخم الكافي لمؤشر الدولار الأمريكي للصعود فوق الأربعة وتسعين بالتالي مستويات الخمسة وتسعين عشرين هي المستهدفة تكون كمؤشر للدولار الأمريكي سؤال سريع رائد نحن اليوم بتذكرى الأثنين الأسود 19 من أكتوبر 1978 والذي نخفض فيها الداوجونس 23 نقطة مئوية نحن نعرف أنه عدة سنوات مرت من دون أن يكون هناك تصحيح هل تتوقع كوركشن بالأسواق الأمريكية أم لا؟ حتى تكون الأمور أكثر صحية يحتاج إلى تصحيح بلا شك ولكن لا توقع أن يكون تصحيح كارثي يعني بوض قوي جدا إنما في ظل المستويات الإيجابية التي نحن نشوفها والتفاؤل الموجود في القطاع إجمالا على رأسها الاقتصاد الأمريكي في جميع القطاعات يعطي ذلك نوع من إمكانية التصحيح أن يكون التصحيح ليست تصحيحا عميقا وإنما تصحيح مؤقت يبقي على مستويات على الأقل مثلا إذا ذكرنا الدعو جونز ممكن أن نعود إلى مستويات 22500 والاستقرار والتداول العرضي عند هذه المستويات شكرا جزيلا لك رئيس قسم الأبحاث في إكويت جروب رائد الخضر اشتركوا في القناة